وزيرة الصحة تعلن البدء في تجربة لقاحين الفيروس كورونا مباشرة على المتطوعين اعتبار من اليوم مقاتلات التحالف العربي تدمر مراكز لتصنيع الصواريخ والمسايرات الحوثية شرقية صنعاء تركيا تجري اليوم منورة جديدة بمنطقة شرق المتوسط و بومبيو يزور قبرس لبحث تطورات الاوضاع بالمنطقة العشرة صباحا في القاهرة الثامنة بتوقيت جرينش نشر اخباري تأتيكم عبر شاشة نيل اهلا بكم اعظنت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان انه بداية من اليوم سيتم البدء في تجربة لقاحين الفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين جرى ثبات فاعليات ليجري التأكد من ثبات الفاعلية في المرحلة الاولى والثانية والثالثة ايضا في بعض الدول التي اجرت التجارب السريرية ووضحت زايد ان هناك اكثر من 135 لقاحا دخلوا في التجارب السريرية سبعة منها فقط وصلوا الى المرحلة الثالثة والتي تثبت امان العقار والجرع المناسبة انها تعطي مناعة ليتم تجربتها على عدد اكثر من المتطوعين اعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان انه تم بالامس تسجيل 151 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اضافة الى 17 حالة وفاة قال الدكتور خالد مجاهد ان اجمالية العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الامس هو مئة الف وسبعمائة وثمانية حالات من ضمنهم اثنتان وثمانون الف واربعمائة وثلاث وسبعون حالة تم شفاؤها وخمسة الاف وستمائة وسبع حالة وفاة اعلنت جامعة جونز هوبكنز الامريكية نجمالية عدد حالة الاصابة بفيروس كورونا المستجد كوضي التسعة عشر في الولايات المتحدة بلغ نحو ستة فاصل اربعة مليون في حين وصل اجمالي حالة الوفاء الى نحو مئة وثلاثة وتسعين الف حالة وفاة وفي سياق المتصل قال مستشهر البيت الابيض بالولايات المتحدة الامريكية الدكتور انتوني فاوتش اليوم ان الحياة لن تعود الى طبيعتها الا اذا تم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد مشيرا الى ان ذلك لن يكون على الارجح قبل منتصف عام 2021 رفضت الولايات المتحدة التصويت على نص قدمته الامم المتحدة يدعو الى استجابة شاملة ومنسقة في مواجهة جائحة كوفيد تسعة عشر ويشدد على الدور الحاسم لمنظمة الصحة العالمية يطالب النص الذي اعتمد بغالبية مائة وتسع وستين دولة من بين مائة وثلاث وتسعين بتعزيز التعاون والتضامن الدوليين من اجل احتواء الوباء والتغلب عليه وتخفيف عواقبه الامر الذي اعترضت عليه الولايات المتحدة وانسحبت بموجبه من منظمة الصحة العالمية متهمة اياها بسوء ادارة ازمة فيروس كورونا المستجد وبالتأخري في اطلاق تحذير عالمية سجلت البرازيل اليوم ثلاثة واربعين الف وسبعمائة وثمان عشرة اصابة جديدة بفيروس كورونا وثمان مائة واربع وسبعين حالة وفاء يرتفع بذلك اجمالي وعدد الاصابات بكورونا فيها الى اربعة ملايين ومائتين واثنين وثمانين الف ومائة واربع وستين حالة وحصيلت الوفايات مائة وثلاثين الف وثلاثمائة وستة وتسعين شخصا وسجلت البرازيل ثالث اكبر حصيل للاصابات بفيروس كورونا عالميا بعد الهند والولايات المتحدة بينما تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الوفايات جراء فيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة الامريكية وصل عدد حالات الوفاء المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في استراليا الى ثمانمائة وثلاث حالات مع استمرار تراجع عدد حالات الاصابة اليومية الجديدة في اكبر بؤرة تفشي للوباء بالبلاد وسجلت ولاية فيكتوريا بؤرة تفشي الفيروس ستة حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة ليصل مجمل الوفايات الى 716 او اكثر من 90% من كل عدد حالات الوفاء باستراليا اما عدد الحالات الجديدة في ثاني اكبر ولاية استراليا سكانا استمر في التراجع من اكثر من 700 حالة تم تسجيلها في يوم واحد ليصل الى 37 حالة جديدة اليوم وهو ادنى عدد منذ اواخر يونيو قال جون كاسيس رئيس وزراء فرنسا ان تطور انتشار فيروس كورونا المستقد في بلاده يشير الى تدهور واضح استراتيجية فرنسا في مواجهة جائحة كورونا لن تتغير في الفترة الراهنة وسوف نواصل مكافحة الفيروس مع تجنب اصابة الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بالشلل وكذلك قدرة اطفالنا على تلقى التعليم وقدرتنا على العيش بطريقة طبيعية للأسف سوف يظل الفيروس باقيا لعدة اشهر قادمة وعلينا ان نتعلم كيف نعيش معه من دون ان نضطر الى فرض عزل معمم في انحاء البلاد اعدت فرنسا من جديد لتسجل ارقاما قياسية من حيث عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجدة باقترابها من حاجز العشرة الاف مصابة خلال 24 ساعة فقط ما دفع المسؤولين الى اعتبار ان البلاد باتت تشهد تدهورا واضحا في الوضع الوبائي اكثر من 40 مقاطعة فرنسية اي نحو نصف البلاد باتت مصنفة على انها مناطق حمراء اي ان فيروس كورونا ينتشر فيها بصورة نشطة حسب ما اعلنت الحكومة الفرنسية ويثير الوضع العام في البلاد قلقا متزايدا مع ارتفاع منتظم لعدد الحالات المسجلة في الاسابيع الاخيرة باصابات بفيروس كورونا الا ان الحكومة الفرنسية اعلنت انها ليست بصدد تغيير الخطة الاحترازية المفروضة حاليا للوقاية من انتشار الفيروس وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد اعلنت انه سيتم اجراء اختبارات الفحص السريع والمعروفة باسم اختبارات المستضداتة هذا الاسبوع في منطقة ايل دو فرانسا المصنفة بانها منطقة عالية المخاطر وذلك بهدف الكشف عن اصابة الشخص بفيروس كورونا من عدمه خلال 15 دقيقة اجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي تصلا هاتفيا بالشيخ حمد بن عيسى عهل البحرين للتهنئة على خطوة السلام التاريخية التي قامت بها بلاده مع اسرائيل والتي ستفتح افاق تحقيق السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط وعرب الشيخ حمد بن عيسى عهل البحرين خلال الاتصال الهاتفي عن خالص تقديره وامتنانه لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق الامن والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط كان رئيس عبدالفتاح السيسي ثمن البيانة الثلاثية الصادرة من واشنطن والمنمى وتلي ابيب بشأن التوافق حول اقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين واسرائيل قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان هذا الاعلان يعد خطوة مهمة نحو ارساء الاستقرار والسلام بالشرق الاوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية شن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم عدة غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضحية سعوان شرق مدينة صنع وذكر بيان صادر عن قوات التحالف ان طائراته استهدفت بشكل مباشر مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسايرات التابعة للميليشيات الحوثية كانت قوات الجيش اليمنية قد اعلنت في وقت سابق سيطارتها على مركز القيادة ومنظومة الاتصالات اللاسلكية التابعة لميليشيات الحوثي شرقية مدينة الحزن مركز محفظة الجوف اعلنت تركيا عزمها اجراء مناورات بحرية بالذخيرة الحية شرقية المتوسط في الفترة ما بين الثاني عشر الى الرابع عشر من الشهر الجاري بالتزامن مع تأكيدها الاستعداد للحواري من دون شروط مسبقة لحل نزاع شرقية المتوسط جاء الاعلان عن المناورات التركية عقب قمة اوروبية سباعية جاء في اعلانها الختامي تهديد بالعقوبات في حال استمرار تركيا بتحركاتها شرق المتوسط وفي حال اقرار اوروبا العقوبات على تركيا في القمة المقبلة والتي ستعقد في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من سبتمبر الجاري فانها ستشمل الاقتصاد والتجارة وخفض المساعدة المالية المقررة لانقرها يقوم وزير الخارجي الامريكي مع بومبيو اليوم بزيارة قبرس لبحث تطورات الاوضاع في منطقة شرق المتوسط كان بومبيو قد اكد ان النزاع البحري بين اليونان وتركيا يجب تسويته بطريقة ديبلوماسية وسلمية الرئيس دونالد ترامب كان في غاية الوضوح لقد تحدث مع رئيس تركيا راجل طيب اردوغان وتحدث مع رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميسو تاكيس وفي كل مرة يقول ان النزاعات البحرية يجب ان تحل بطريقة ديبلوماسية وسلمية ومن ثم ساعمل على ذلك المشروع زيارة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الى قبرس اليوم السبت في محاولة لحل النزاع المتفاقم في منطقة شرق المتوسط في شكل ديبلوماسي وسلمي على حد وصفه هي رسالة الى موسكو بقدر ما هي رسالة الى انقرة التي تؤجج التوترات في المنطقة الزيارة تأتي بعد وقت قصير على رفع الولايات المتحدة الحظرة عن بيع قبرس معدات عسكرية المفروض منذ عقود ما اثار حفيظة تركيا التي ترى ان القرار الامريكي يسمم جو السلام والاستقرار في المنطقة ويرى مراقبون ان قيام واشنطن باظهار مزيد من الاشارات على موقف اقرب الى اليونان وقبرس سيقود الى مزيد من التقارب بين انقرة وموسكو وقد يدفع ذلك تركيا الى تسريع تفعيل منظومة اس فور هندرد التي اجلتها لتجنب حدوث توطر مع واشنطن ولا يمكن تجاهل ان زيارة وزير الخارجية الامريكي الى نيقوسيا تأتي بعد ايام من زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف الثلاثاء الماضي القرار الامريكي برفع حضر السلاح رسالة الى قبرس وروسيا معا عبر بوابة نيقوسيا لتجنب التواصل مع موسكو مع احتفاظ الولايات المتحدة بوضع قيود على بعض التقنيات الحساسة في قبرس الى ان تمنع الجزيرة السفن الحربية الروسية من الوصول الى موانئها للتزود بالوقود والخدمات بدأت الحكومة الافغانية وحركة طالبان محدثة سلام تاريخية برعاية امريكية تربيه الى انهاء ما يقرب من عقدين من الحرب رغم استمرار اعمال العنف على الارض ودعى كبير المفوضين باسم كابل باسم كابل عبدالله عبدالله في الجلسة الافتتاحية الى الاتفاق على وقف اطلاق النار مشيرا الى سقوط 27 الف مدنيم بين قتيل وجريح منذ توقيع اتفاق بين الحركة والولايات المتحدة بشأن الانسحاب من الاراضي الافغانية في براير الماضي من جهته دعى وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو والجانبين لايجاد مقاربة مشتركة لطريقة الحكم في بلده نعم في العاصمة الالمانية برلين دفع وزير الداخلية الالماني هوريز زيفور امام البرلمان عن موقف بلاده تجاه ازمة اللاجئين القائمة على جزيرة ليسبوس اليونانية لكن اذا كنا نحن في جمهورية المانيا الاتحادية نؤمن بان بامكاننا الوصول الى سياسة اللقوء الاوروبية بانفسنا فان العام الفين وخمسة عشر سيتكرر لانه حينها لن يكون هناك حل اوروبي بعد الان متصل بدأت اليونان في نصب خيام لإواء الاف المهاجرين بجزيرة ليسبوس بعد حريقا التهم اكبر مخيم للاجئين في البلاد قبل ثلاثة ايام من تغريب الى تغريب وبوارق الامل تذوي يوما بعد يوم الالاف من طالب اللجوء امضوا ليلة اخرى في العراء قرب مخيم موريا الذي دمره حريقان في جزيرة ليسبوس وحكومة اليونان تقف شبه عاجزة عن تقديم يد العون لهم الشرطة اليونانية التي منعت المهاجرين من الوصول الى ميناء قريب عززت انتشارها الكثيفة على الجزيرة منذ ان اتت حرائق في وقت متقدم من الثلاثاء والاربعاء على اجزاء كبيرة من مخيم موريا وفي اشارة للاحباط المتزايد نظم المئات من المهاجرين وطالب اللجوء وقفة احتجاجية على الطريق بين مخيمهم المتفحم وبلدة قريبة للاعراب عن رفضهم لانتقال الى مخيم جديد تقيمه السلطات اليونانية تحت انظار عناصر شرطة مكافحة الشغب ودفعت محنة العائلات التي تقطعت بها السبل الدول الاوروبية الاخرى الى عرض استقبال مئات من طالب اللجوء لا سيام الشباب غير المصحوبين بذويهم موريا وهو واحد من عشرات المخيمات التي يقيمت في اليونان بعد تدفق المهاجرين الى اوروبا في عام 2015 كان يعاني من اكتظاظ شديد اذ يؤوي عددا يعادل اربعة اضعاف قدرته الاستيعابية لطالما اشتكت اليونان من ان شركاءها في الاتحاد الاوروبي لم يفعل الكثير للمساعدة منذ اصبح احدى البوابات الرئيسية التي يقصدها المهاجرون وطالب اللجوء عام 2015 وانهار نظام اللجوء على مستوى الاتحاد الاوروبي تحت ضغط تدفق مئات الاف الوافدين بحيث لم تقبل دول اوروبية اخرى سوى عدد قليل من اللاجئين تاركين الالاف في المخيمات اليونانية رئيس الوزراء اليوناني كرياكس متسو تاكس طالب الجمع بمشاركة اكثر فعالية من الاتحاد الاوروبي في استضافة الاف من اللاجئين واعلن وزير الداخلية الالماني هورتسي هوفر ان عشر دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي ستستقبل نحو اربعمائة مهاجر قاصر لا يرافقهم بالغون ممن تم اجلاؤهم من جزيرة ليسبوس داعيان المزيد من دول الاتحاد لاستقبال المزيد وتخفيف العبء عن كاهل اليونان اعادت مطاعم ومقاهي العاصمة اللبنانية بيروت المتضررة من الفجار المرفأ المروع فتح ابوابها بعد اكثر من خمسة اسابيع بعد مرور اكثر من شهر على انفجار بيروت المدمر عادت عدة مطاعم ومقاهي في اكثر احياء المدينة تضررا للعمل مرة اخرى في الرابع من اغسطس انفجر ما يقرب من 3000 طن من نترات الامونيوم في ميناء بيروت مما ادى الى تدمير النوافذ والابواب والجدران على بعد اميال وفي الاحياء التاريخية في الجميزة ومار مخايل يصلح العمال بعضا من عشرات المطاعم والمقاهي المتضررة لا لازم يفتحوا لانه يعطوا حياة للعالم العالم ماتت من الاسترس ماتت من البسيكولوجي اللي عم تعيش هيومية يعني حبس شو بدأ كتر منك اذا الحدود كلها مسكرة وقعدين بها البلد مدمر ولا حياة ولا شي شو بدأ يعني اجادوا هذا الشعب اللبناني عنده الحب الحياة يعني ما بعد اذا الشعبتين قدروا تحمل التحمل هذا اسفر الانفجار في الميناء عن مقتل اكثر من 190 شخصا واصابة 6500 ووقوع اضرار بمليارات الدولارات لحقت اضرار باكثر من 1400 نشاط اقتصادي من بينها مطاعم ومقاهي جراء الانفجار وفقا لنقابة المطاعم والمقاهي بينما تم افتتاح بعض المطاعم لا تزال هناك مناطق اخرى قيد الانشاء والتجديد لاعادة فتح ابوابها للعملاء قريبا هلأ فيك تقول انه مقصومة لنصين في عندك نص عم بيجي وبدو يرجع ايش ويرجع ايضهر على المحلات اللي عم تفتح وفي عندك محلات بدا تفتح وترجع انه تجيب الحياة عالجميزة وهيك وعندك نصتين شوية بعده بطير مقهور ان الدمار اللي صار وشوية ملاقيها مش انه حلوة كتير انه واحد تصير يظهر هلأ خصلا بمحلات بالجميزة حوالها كل الدمار فشوية مقصومة الخبرية بس انه في عالم عم تجي في عالم عم جاري بترجعات هيدا ونحن انه فيتحين عم نجاري بنرجع نستقبل عالم لا تزال العاصمة اللبنانية تعاني من الانفجار حيث شرد ربع مليون شخص قراء تأثيل الانفجار على المباني السكنية في شمال غرب سوريا تم افتتح مخيم جديد لإيواء الاف النزحين داخليا الذين كانوا يقيمون سابقا في مدارس على الحدود السورية التركية افتتح مخيم جديد في شمال غرب سوريا لإيواء الاف النزحين داخليا والذين كانوا يقيمون سابقا في مدارس على الحدود السورية التركية هؤلاء السوريون كانوا قد نزحوا في اكتوبر من العام الماضي بسبب القتال بين الجيش التركي والاكراد وذلك بعد اعلان الولايات المتحدة انسحابها من شمال شرق السورية النزحون السوريون اضطروا الى اخلاء المدارس التي تجهز الان لعام دراسي جديد وبالنسبة للبعض يعد الانتقال من المدارس البيقة الى المخيم تغييرا مرحبا به المدارس مي احسن يا صاحب هنا احسن شي وافضى واشرح وكل عيني لحالة لكن اخرين لا يريدون الابتعادة عن قريتهم يشار الى انه تم نقل حوالي عشرة الاف شخص الى مخيم سريكانيا بالقرب من بلدة الحسكة وهو مخيم اقيم بواسطة الادارة الذاتية الكردية في شمال سوريا وختما لهذه النشرة نذكركم باهم ما جاء فيها من انباء وزيرة الصحة تعلن البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا مباشرة على المتطوعين اعتبارا من اليوم مقاتلات التحالف العربي تدمر مراكز لتصنيع الصواريخ والمسائرات الحوثية شرقيا صنعاء هذا نصر لأيكم الى ختم هذه النشرة المزيد من المتابعات على موقعنا الالكتروني نايل دوت اي جي شكرا لكم وإلى اللقاء